عدد المصابين بكورونا يقترب من عتبة المليوني مصاب في العالم بحسب الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية المتقدمة تكاد تخفق في مواجهة هذا الفيروس ودولة متقدمة انهارت وقررت ترك الأمر للسماء فما الذي بوسع اليمنيين القيام به لمواجهة خطر محتمل إذا ما تفش في بلد كاليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم حتما فإن الأمر سيفضي إلى كارثة تقول بعض التقديرات أن عدد الأطباء في اليمن قرابة سبعة آلاف طبيب أي طبيب واحد لكل ثلاثة آلاف وسبعمائة مواطن وأن نسبة الممرضين إلى عدد السكان تساوي ممرضا واحدا لكل ألفي شخص فيما لا تزيد عدد الأسرة في العناية المركزة بمحافظة صنعاء فقط بحسب الإحصائيات الأخيرة عن مائتين وستين سرير عناية مركزة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أما أجهزة التنفس الصناعي فتقدر بمائة وعشرين جهازا بمحافظة صنعاء أي أن لكل سبعمائة شخص سرير رقود واحد فقط هذه الإحصائيات نقلت عن مصادر طبية في صنعاء فقط أما في بقية المحافظات اليمنية فالمشكلة أكثر تعقيدا يقول مختصون طبيون إن عدد السكان في اليمن يزيد عن ستة وعشرين مليون نسمة أي أن هذا العدد الهائل لا يمتلك إلى ثمانمائة سرير في غرف العناية المركزة بكل مستشفيات الجمهورية وهذا يعني أيضا وجود مائة سرير عناية لكل ثلاثة ملايين مواطن في بلد يشهد أردأ بنية طبية لم يبني فيها النظام السابق مستشفى واحدا خلال خمسة عشر عاما مضت فيما زادت الحرب من تدهور القطاع الصحي والبنية التحتية الطبية داخل البلاد بصورة أكثر فداحة يحتاج اليمنين إلى حجد كل الإمكانيات في طاقتها القصوى لتوفير محاجر صحية وأدوات طبية وتأهيل ممرضين ورفع جاهزية المستشفيات وإلا فإن المواجهة المحتملة مع هذا الوباء ستكون خاسرة خصوصا إذا لم يوقف اليمنيون كل معاركهم ويستعد لهذه المعركة وكما قيل إن التباعد الاجتماعي هو أكثر الحلول نجاة في مواجهة هذا الفيروس وإن درهم وقاية خير من قلطار علاج